كان يا مكان كان فيه بنوطة جميلة اسمها ريتال وريتال كان عندها اخت صغنونة اسمها مكة ريتال كانت بتحب مكة جدا كانت اول لما تصحى من النوم تجري علشان تاخد مكة وتلعب معاها شوية فخرجت ولكن لقت مامتها غطصانة في النوم واضح ان مكة منامتش طول الليل ريتال قررت ان هي مش هتصحي مامتها وهتاخد مكة بالراحة وتاخد بالها منها طول النهار علشان مامتها تقدر تنام وترتاح بعد شوية مكة قعدت تعيض فريتال قالت يمكن جعانا هروح اعمل لها اللبن فعلا ريتال اخدت مكة وبدأت تعمل لها اللبن في المطبخ ريتال سابت مكة على الارض بالراحة جدا وبدأت تعمل لها اللبن بسرعة لان مكة كانت بتعيض خلصت اللبن بسرعة جدا واخدت مكة وخرجت الصال اول لما قعدت على الكنبة شالت مكة وبدأت تشربها اللبن لما مكة شبعت نزلت تلعب بالمكعبات وبعد شوية مامت ريتال صحيت من النوم مامتها كانت مبسوطة جدا قالت لها شكرا جدا يا ريتال انتي خلتيني انام كويس جدا وشكرا انك اخدت بالك من اختك مكة بقالي زمان ما نمتش كويس بالشكل ده جزاك الله خيرا ريتال قالت لها انا حاول دايما اساعدك يا مام احنا عيلة بنحب بعض وبنساعد بعض عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك كان يا مكان كان فيه بنوتة جميلة اسمها وعد وفي يوم من الايام الجو كان برد جدا فمامتها قالت لها يا وعد لو سمحت قبل ما تنزلي عايزاك تلبسي تقيل لان الجو برد جدا النهاردة فوعدة قالت لها حاضر يا ماما لان وعد بتحب ماما وبتسمع كلامها دخلت قضتها ولبست لبس تقيل وبعدين خرجت علشان تستأذن مامتها قبل ما تنزل تقابل صحبتها فقالت لها يا ماما انا البست لبس تقيل لو سمحت ممكن انزل دلوقتي اقابل صحبتي فمامتها قالت لها طبعا يا وعد بس لو سمحت ما تتأخريش وبعدين مامتها قعدت تدعي لها ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحميكي فوعدة قالت لها شكرا يا ماما شكرا ان انت بتتعيلي كل يوم وسلموا على بعض ووعدة نزلت كانت مبسوطة جدا ان هي هتقابل صحبتها ولكن اول ما شفتها لحظت ان صحبتها زعلانة فقالت لها هو انت زعلانة ليه؟ قالت لها بصراحة الجو برد جدا وقبل منزل ماما قالت لي البس الجاكت وانا قلت لها لأ الجو مش مستاهل جاكت ودلوقتي ندمانا لان الجو برد جدا وبقول يا ريتني سمعت كلام ماما وفجأة وهم وقفين الجو مطر فالبنودة زعلت جدا وكانت بردانة جدا وما كانتش عارفة تعمل ايه فوعدة قالت لها ما تخفيش انا معايا جاكت زيادة اتفضلي البسي صحبتها شكرتها وقالت لها شكرا وعدة قالت لها لا شكرا على واجب بس يلا نروح بسرعة لان احنا كده هنغرق وفعلا سلموا على بعض وكل واحدة فيهم روحت بيتها البنودة دخلت عند مامتها مامتها كانت قلقانة عليها جدا ففتحت بسرعة ولكن اتطمنت لما شافتها لابسها الجاكت فقيت لها الجاكت ده حل وقوي جبتي منين فقيت لها وعدة صحبتي ده تهولي وانا اسفة جدا يا ماما ان انا ما اسمعتش الكلام انا كان المفروض اسمع كلامك لان فعلا الجو كان برد جدا ومن النهاردة اسمع كلامك دايما مامتها قالت لها حصل خير اهم حاجة عندي ان انت كويسة وتوتا توتا توتا خلصة الحدوتة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وقال صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم كان يا مكان كان فيه اختين توأم حلوين وشطرين اسمهم كرمة وكنزي كانوا اول لما يسحوا من النوم بينظفوا قدتهم وفي يوم من الايام مامتهم خرجت راحة مشوار كرمة وكنزي اتفقوا يعملوا مفاجأة لمامتهم وينظفوا البيت كله كرمة بدأت تجمع الجزم وتحطها في مكانها كنزي جابت كيس وبدأت تلم الورق اللي في الارض كل واحدة فيهم جابت مساحة ومسحوا الارض وخلوها زي الفل خرجوا الصالة جابوا مكنسة ومساحة وكنسوا الارض ومسحوها والصالة بقت زي الفل بعدين دخلوا الحمام علشان ينظفوا كنزي جابت المساحة ومسحة الارض وكرمة لمعت الحمام كويس لحد ما الحمام بأنظيف وجميل دخلوا المطبخ كان في غسيل عايزي تنشر بقولك ايه يا كنزي ايه رأيك ننشر الغسيل والله دي فكرة حلوة استني هشيل السبت معاكي لحسن شكله تقيل قوي شاهلوا سبت الغسيل مع بعض كانوا قاعدين يتحكوا لأن السبت كان هيقع منهم أكتر من مرة بدأوا ينشروا ونشروا كل الغسيل استغربوا جدا ازاي مامتهم بتعمل كل ده كل يوم وقالوا انهم هيساعدوها على طول دخلوا المطبخ علشان يعملوا مفاجأة حلوة قوي قوي لمامتهم كرروا يطبخوا لها أكل جميل قطعوا الفلفل وقطعوا البصل وغسلوا الفراخ وعملوا رز وعملوا لحمة وعملوا لمامتهم أكل رائع وبعد شوية مامتهم جد كانت لفت في الشقة وشافت الشقة عاملة ازاي وكانت طايرة من الفرحة تسلم ايديكو الحلاوة دي البيت تحفة وقالله انتو كمان طبختو بصراحة انت بتتعبي قوي يا ماما ان شاء الله هنساعدك دايما شكرا يا ماما على كل حاجة بتعمليها لنا مامتهم قاعدت تدعي لهم ربنا يخلكوا لي يا كرمة وكنزي ويحميكم ويخلكم لبعض ويبارك فيكم وتوت توت فلسة الحدوت قال تعالى وقدى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ألف رو رو ز ز ز سين سين شين شين صد صد داد ض تط و أين رو غين غين فى قاف كاف كاف لم ميم نون ها ها واو واو يا يا جوز الهند برقوق شمام تفاح أنناس كرز عنب عنب كيوي توت كمثرة بابايا دورين يوسفي تين يقطين يقطين فراولة خوخ موز منجة برتقال أبيض أزرق أصفر أصفر برتقالي أحمر أخضر رمادي أسود بني وردي وردي بنفسجي أبيض أبيض أزرق أصفر أصفر برتقالي أحمر أخضر 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 رمادي 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 أسود 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 بني بني وردي وردي بنفسجي نقانق نقانق ديك رومي ثقيل نعامة عصير حليب أطفال حساء نائم بسكويت سيارة سيارة بيض كتاب حصان ربيان كوب مكتبة سنجاب يقرأ أرنب أرنب جبن جبن واحد اثنين اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 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 تسعة 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 آشرة 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 مزارع أميرة معطف فستان قميص بنتال قلعة خزانة توابل قرفة عطر زيت عسل زبدة حصان البح كوب باب نجمة البح ديناصور تج 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 تحكمة